السلام عليكم طلاب الرابع اعدادي واليوم ان شاء الله يونتو اول محاضرة لسن وان شرح مفصل ما لازمنا صفحات لعقود لعقين طبعا المحاضرة بديت تسجل اليوم ورا ما كملت لكم الجزء الاول مو جزء الاول كملت الجزء الاول من الادب يعني مادة نص السنة كام لجزيرة الكنز تونسنا بيها بس اكوف التبليغ مهم ارتقب لغا اليوم جدا مهم رح انزلكم رابط قناة على التليجرام قناة تليجرام تحت الفيديو وكذلك الفيديوهات القديمة ليونت وان وجزيرة الكنز وهي الشغلات ليش ده هي قناة خاصة للرابع اعدادي دورة مجانية الدروس بشكل كامل ونهاية كل يونت ينزل امتحان نموذج امتحان مع الاجوبة النموذجية اما بالنسبة للقطعة الحارجية فاحب اقول للطالب هي مو سحر هي انه انت تقوي نفسك بالمعاني كل محاضرة كل درس بوقته وطريقة انه تقوي نفسك بالمعاني انه دائما يكون عندك دفتر تكتب بيك كلمات جديدة وتراجعها قبل ما تنام اراجعها كلها شوف شنو اللي تعلمت اليوم صدقني بالتكرار مرة على مرة رح تقوم اذنك تاخذ اسرع وحاول تسمع انجليزي شقد ما تقدر رح نحكي بعدين على القطعة الخارجية ونزل لك فيديو وايضا حتى على هاي القناة بس بالنسبة لقناتنا مع التليجرام الخاصة بالرابع اعدادي رح يكون عليها طبعا اني هسا مقصرة بشاء الله انه اليونت الاول يعني استعانيت بتسجيل العام الماضي علماء اجدد ان شاء الله لكن بصراحة مدالحق وهسا المدارس بيونت تو فلازم امشي وياكم نحاول نسمق المدرسة قبل الامتحان القناة هدفها انه تقوي اساسك بالانجليزي مو بس انه يعني يجاوب بالامتحان زين شلون اكو ثلاث محاضرات اساسية اني انطيها الطلاب السادس ايداتي قبل ما ابدي ادرسهم يجون من عطلة الخامس على السادس اقول هاي الاساسيات امتحنك بيها اضافات تصاريف افعال زمن المضارع البسيط زمن الماضي البسيط هاي الشغلات وياكم بكل المراحل فرح انزلها بالقناة اول شي بعدين يبدي عادينا اليونت الاول فيديو ورا فيديو يخلص اليونت الاول انزل لك نموذج امتحان باليونت الاول وانزل لك نموذج لقطعة خارجية شرح الاجوي بمالتها يعني فيدك قبل الامتحان كذلك ورا رح يكون الثاني والثالث ويكون مادة الرابع اعدادي بالكامل باذن الله منشورة على القناة تكون الله بس يساعدنا انه نلحق على التسجيلات ان شاء الله نبدي هسا بيونتو دوختكم وطولتها عليكم بس رابط القناة الجديدة رح يكون تحت الفيديو ان شاء الله اول شي عدي هنا يونتو شنو المطلوب بي الشي الاول مفردات معاني كلمات تجي سوة احنا بالسادس عدنا ناخذي شي شي اسمه colocation يعني كلمات تجي سوة فهنا رح ينطيك الفعل ويشوف ويايا اسم يجي يعني use يستخدم the self access center مو عبالك عنوان وتهم للا بالعكس هذا كلش مهم هاي طبعا ما لازم اكسف حتى 33 شوفويا يا عنوان الدرس مالتنا what do you do at school ماذا تفعل في المدرسة use يستعمل the self access center اذا نستخدم مثلا بالمدرسة اكو مركز يستاهيلي مصغر مو مثل المراكز الكبرى يتعلم بياخذ كتب يسمع سيديات تعليمية بكل الطرق بوسائل اضاح use the self access center اذا نستخدم the self access center فانتركز use the access center use the self access center اثنين watch a phone مبين هاي يوشاهد فهم watch a phone يوشاهد فهم write a report يكتب تقرير وشكوا بيها اذا قلت write a letter اذا قلت write some notes واذا قلت write a report report يعني تقرير give a presentation هنا give مو يعطي باليد لا يعني ده يقدم توضيح شرح يشرح give presentation a presentation شرح او توضيح give a presentation take an exam شوفوا دامنا تصفنون شون اقول ده امتحن ده امتحن او ده اخذ امتحان ده سوي امتحان هاي تدرون شون تقولو غه take an exam take an exam طبعا use يستخدم تصاريفها use used used watch يوشاهد watch watched watched باليد بينما عندك write تختلف تصاريفها write الماضي wrote والتصريف written وهذا ده نبه عليه بالقناة اللي بها الاساسيات حتى رح اصور فيديو لقراءة تصاريف الافعال احطها بالبداية مع القناة ترى بعدني ده اشتغل بها وده ارتب تصاريف الافعال يا طلاب يا طلاب اساسكم لكل المراحل فانت لو يومية تحفظ اثنين انت تصعد للسادس مرتاح فسعدنا هنانا write wrote written شوف غالي ثلاث تصاريف هذه تصاريف مميزة ليش لي انها من الشواذ مو جماعة اليد write يكتب تصاريفها write يكتب wrote الماضي و written التصريف الثالث written write wrote written تعلمها اليوم اعتبر لثلاثة اللي دا ريد نحفظها write wrote written write wrote written بعد give give يعني يعطي gave الماضي بالأي اما التصريف الثالث نفس المصدر نفسه give بس تطيح حرف n اذن give gave given give gave given write wrote written give gave given write wrote written give gave given يعطي يقدم a presentation توضيح و take عكز give طبعا take give يعطي take ياخذ take الماضي took اما التصريف الثالث هو نفس take بس تطيح n فتصير take took taken take took taken take took taken give gave given take took taken write wrote written مهم جدا 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 يجي توصيل ممكن اختيارات ممكن محمود likes يحب seeing والسينج هنا مو تجي وشاهد جاية لقاء مقابلة محمود likes يحب seeing منو all his friends again اذن and he likes seeing his friends he likes seeing his friends he likes يحب seeing his friends اثنين محمود loves يحب watching thumbs watching thumbs محمود loves watching thumbs يحب مشاخدات الافلام محمود likes writing reports writing reports يكتب تقارير محمود doesn't like giving presentations لا يحب تقديم الشرح he doesn't like بقى المضارع البسيط طلاب he doesn't like giving شنو presentations طبعا اللي رح ينحسبون طلابي باذن الله ورح يتابعون على القناة والفيديوهات خاصة على القناة يعني رح احاسبك من انزل الاسئلة احاسبك على الاساسيات ما للمراحل الدراسية اللي الاساسيات اللي رح تكون موجودة اول ثلاث حلقات فيديو بالقناة هاي مثبتة يعني من اسويل الخامس نفس الشي طلاب السادس نفس الشي الثلاث حلقات الاساسيات لتقوية اللغة الانجليزية مو كلغة اعتذر مو كلغة تقويتك كاساس بالانجليزي حتى مستواك يعني فاذن من حنزل الاسئلة نهاية اليونت رح حاسبك على الاساسيات مع كل وهي الشغلات مع المضارع البسيط مشروحة بالتفصيل بالاساسيات فرح نقول هنا يحب كتابة التقارير محمود باعوا النفي مع المضارع البسيط محمود ذكر ودو ودو وراها مصدر مجرد محمود يكره تايكينج اكزام هو منو ما يكره الاكزام محمود هيت يكره تايكينج اكزام هي هيت تايكينج اكزام تقدرون هاي love و like و hate و doesn't like اخدتوها بالمتوسطة اللي هي شغلات اللي تحبها او لا تحبها اذا هناك توصيل كتصاريف كل شمال رح نعوف نريد نشوف باقي الشرح ملزمتك قدامك برو يستعير المصدر المجرد برو الماضي برو بالإيدي ليند يقرض الماضي ليند اقرض what's the difference between ليند and برو ما الفرق بين برو و ليند اقو فرق كبير خلي نشوف عن فرق كبير بين ليند و برو طلاب برو يعني يستعير ياخذ اول شي خلي ببالك البرو يستعير عكسها ليند كمعاكسات و ماضي برو هو ليند اريدك دائما تنتبه على شغلة مهمة جدا وهي باوا امي بالضبط الليند يقرض طبعا for a period of time مو دائما مو اعطاء للتالي لا لوقت معين فعندك الليند يقرض تشبه يعني give دا ينضي بينما البرو تشبه منه تشبه دا ياخذ الليند بس شنو الفرق القف تبطي شي للتالي بس الليند يعني for a period of time فترة معينة ويرجعوا لك ماذلا I lent بالماضي يعني حدث صار بالماضي I lent my brother some money I lent my friend some money انا داينت صديقي بعض المال اذا هنا يا طلابي الليند تشبه give يطي بس هي شنو دا يداين لفترة محددة بينما البرو دا ياخذ برو ياخذ فهو take هاي شبيهة الها بالمعنى الفرق انه القف تطي للتالي والtake تاخذ للتالي بس هاي لفترة مؤقتة زين شون ما ينس غير المعنى لو كنت نوعان ما ضعيف بالمعنى وان شاء الله ما حد يبقى ضعيف بالمعنى ليند ممكن اقول إذن وراء شنو اجا عاقل صح وممكن اقول شفو يعني لاند ممكن يجي وراء شيء او يجي عاقل عاقل غير عاقل شخص او فلوس شخص او كتاب اي لنت ماي بوك تو احمد بقى احط وراء لنت شيء يعني غير عاقل حتلاحظون دائما اكو فتو وراء لنت الى يعطي الى بينما البرو برو ما يجي وراها عاقل ما يجي وراها عاقل ثبت الملاحظة برو ما يجي وراها اذن البرو دائما جماد اي برو سم مني اي برو سم مني فروم دي بانك اي برو هير كار سيارتها دير بالك تنخدع بضمير التملك ترى ضمير التملك هو راجع على الشيء هنا يعني هير كار مو هي وينما سيارتها اي برو هز بوك الداينة كتابة مو الداينة اينا زي اذن البرو دائما وراها غير عاقل وذا شفتوا حرف جر لانه ممكن نحط فالطريقة يعني preposition يعني اش اقول لك بالعربي حرف جر واسم فالعبارة يعني هنا على مدة توضيح المعنى مثل هاي الجملة اي برو سم ثن فروم مثلا علي اي برو سم ثن اي برو ابوك فروم علي اي برو سم ثن سم من فروم علي فالفروم من فلان فاذن البرو اللي هو معنا تيك اخذت من اخذت من اعطيت الى وقع القلب زي اذا نسيت طلعنا بملخص يقول انه داين اذا لقينا حرف جر وراها رح يكون واذا شفنا وراها عاقل او غير عاقل يعني مو دلالة مو واضحة بس بهي شحالة رح نميز انه البرو اللي هي يستعير ياخذ دائما جماد وراها غير عاقل شلون ذا بانك البانك لينت داين لو برود الداين مي انا عاقل سم ماني فلوس مستحيل ما طول اتكم عاقل مستحيل مستحيل بيجي حالة رح حير ليش لان من شفت عاقل قلت العاقل يعني لينت ما بيهم جانت اذا ورا عاقل العاقل يعني لينت لان اللي عندي يجي عاقل او غير عاقل بينما البارو بس جماد بس غير عاقل فمشكلتي وين من عندي ورا الاختيارات عاقل ما عندي مشكلة عاقل يعني لينت اذا انا داينت فلان داينت فلان ما داينت السيارة ولا اiałem داينت الكرسي ولا اiałem داينت القلم اذا داينت وراها وراها عاقل ما بيها مشكلة المشكلة وين صادفنا لمن يجي جماد غير عاقل وهنا الحل بسيط اذا شفتوا يعني ليند واذا شفتوا فروم من فلان فاني اخذت من فلان فروم من يعني بارو فاذن هنا شنو سمني من ينا اخذتها داينتها فروم دبان باعوا يا مثال اخر حتى نروح على امثلتي الملزمة خلص وما طول عاقل ما ادوخ اروح قبل علي داين علي يطي العاقل هو ليطي من اشوف عاقل يعني هذا العاقل نطع فاذا اكو شخص نطع لهذا العاقل شيء فاقول ماي سيستر ماي سيستر لينت مي داينتني هير فود اكو طلاب يدوخوني يقولون منه المفعول به هنا طلاب هذا المفعول به الدايركت اوبجكت هو الجماد بينما الشخص اللي داين الشيء نسميه اندايركت اوبجكت يعني مفعول به غير مباشر المباشر هو هذا ما تهم كل الطلاب بس اتمنى لو طلاب يتهمهم هاي تفاصيل كناي فراغ وراح مصدر مجرد كناي برو سام ماني بينه كناي ليند سام ماني مترا شنو عندك عندك يور بوك وكلمة يور بوك هي ليست عاقل معناها كتابك كتابك يعني جماد لوز لو مو لوز ستكون ليش لوز كتابك جماد ومن عندي جماد مو لوز القضية راح ادوخ ليش لينبوكت بس على المعنى هنا كناي برو يور بوك كناي ليند يور بوك يصير اقول كناي ليند يور بوك يور بوك تو منو وانت ممكن ممكن لو كان عكو تو فلان كان قتلك ما يخالف اخذ ليند احنا المعنى ما راح مغير بس اقول كناي برو شنو يور بوك اذا طلاب ببساطة شديدة اخذوها ولخصوا الكلام ش راح تقولون حتقولون شن نختار برو لو ليند ممكن البرو البرو يجي فقط وراها جماد واذا اجا حرف جر ش راح يكون اي برو مثلا سامثينج فروم هاهي اما ليند فممكن يجي وراها عاقل او جماد عاقل او غير عاقل وش راح يكون وراها اذا اذا لقيتو ضميع العفو حرف جر فدائما يكون تو لان ليند يعطي 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 الى ياخذ ياخذ من تعال نشوف التطبيقات اللي ادنى عليها بملازمة افتح لي بلزمتك عالتمرين وباوع شرح الملزمة يلا شو هيدامت الملزمة اهنا برو يستعير عكس هاليند الماضي برو دو ليند بعد لحظة الفرق في المعنى واستخدام بين برو والليند لحظة القاعدة خالد برو دو أبين بين جماد شخصت برو خالد برو دو أبين ما كمله وقال فروم مثلا فلان محمود ليند خالد أبين محمود ليند خالد أبين اعيد مرة ثانية شف الجماد الجماد ما به احتمالية يعني لا عفو الجماد يعني ممكن يكون برو أو ليند بس يبقى معنى الجملة بس بنتشوف ورا الاختيار عاقل عاقل ما بمجال عاقل يعني ليند فتقول محمود ليند خالد أبين برو وراها جماد غير عاقل ليند شنو وراها ممكن عاقل أو غير عاقل اسم أو ضمير مو إشكال تجي عليه برو فروم أخذ من يأخذ من ثبت حب ما لزمتك برو فروم يأخذ من ليند تو ينطي إلى بس طبعا لفترة محددة مو أعطاء دائم ليند تو يعطي إلى يداين فلان لاحظ الأمثلة ليند ليلى ليلى عاقل ليند ليلى شنو ماي بان ممكن ليند هير ماي بان حتى هاي الهير ترى خذا مفعول به عاقل ليند ذا ماني ليند ذا ماني ليند ذا ماني ليند تو ليند تو إجع ورا جماد إجع تو can you lend me your book ممكن استعير كتابك ادايني كتابك can you انت تقوم بيفعل lend me وممكن اقول لك can I borrow غالبا اقول can I borrow ممكن استعير هذا الكتاب I borrowed the jacket from borrowed I borrowed the jacket from my brother she borrowed it until next week داينتها الى الاسبوع القادم اهم شيعتكم للامتحان تمرين سي يجي من نترة انتبه my sister اختي borrowed me her headphone for the journey داينتني اذن الهاتفون للسفرة بس ارده اكشر اذن my sister سيت عندي عاقل وما طول ادنا عاقل اذن ناخل lend و جاي اماضي لنت داينتني الهاتفون من كان اي قل borrow can I borrow your book جمع I left mine at home افتكتابي بالبيت محمود wanted to borrow to land a map of antraktika from the self access center داينتني الخارطة ما للقارة القطبية زين محمود wanted to borrow to land a map سيت جمع وما اي دا يقول لنت فتشي و فتشي هذا مو مال تأصن هو دا يريدي اقترض من from self access center حد قولي ما داخت بيها جمع وfrom رأسا قلت borrow سامي borrow لو لنت محمود a magazine about penguins البطاريق اذن لنت ما طول عاقل سيت ما فكر ببارو محمود عاقل لنت think carefully before you borrow لو before you lend something to something جمع جمع ممكن borrow ممكن lend الحل لن الموقف to to a person اذن lend something الدا ين شي to a person الا شخص you don't know very well واخيرا I had to borrow لو to lend a pen from سيت ما طول لك from من اذن اخذ اخذ من borrow from هنا طلابي هنا الحمد لله نقول ان شاء الله تشوفون الدرس سهل مصعب بس ضروري تركزون على ان تقوون اساسكم تقرؤ الاساسيات راح تكون موجودة ان شاء الله على القناة ورح نتابع درس بعد درس وقريبا انزل الروابط باذن الله يلا ان شاء الله موفقين باي باي